محاربة الفساد المستشري في العراق أصبح مشروع شراكة بين بعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات في بغداد وإقليم كردستان المشروع الذي سيكون بتمويل سخي من بعثة الاتحاد الأوربي تكمن أهميته وتأثيره في وجود أجندة إصلاح قوية لمكافحة الفساد من أجل تحسين الخدمات العامة وتعزيز سيادة القانون لسيما أن محاسبة الفسدين سيسهم في عدد ثقة المواطنين العراقيين بالمؤسسات العامة التي تخدمهم حضي المشروع بترحيب وطني ودولي لأنه سيسهم بإطفاء مزيد من شرعية والقوة على جهود الحكومة في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين وطيلة الأشهر الماضية بذلت الحكومة جهودا كبيرة في ملاحقة المتهمين بالفساد من خلال لجنة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف التي شكلها الكاظم في نهاية آبنا الماضي لجنة النزاهة في البرلمان العراقي دعت إلى ضرورة مفاتحة الأمم المتحدة للحصول على مساعداتها في مكافحة الفساد والتنسيق مع الدول الجوار التي هارب إليها الفسدون ترجمة نانسيق مع الدول الجوار